على الهواء اللقاء العقد منذ قليل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في إطار قمة أو قمتين سطن عقدان قمة خليجية في البداية مع الرئيس الأمريكي ثم قمة إسلامية موسعة هتشارك فيها مصر غداً هيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً إن شاء الله أعيز أقول لكم أنه النهاردة يعني عقدت أكبر صفقة هكذا توصف يعني يصفها المحللون في كل أنحاء العالم بأنها ربما أكبر صفقة في التاريخ حتى الآن بربعمية وستين مليار دولار منها 110 مليار دولار هي كلها متعلقة بالسلاح بالأسلحة اللي هتشتريها السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية عايز أستعيد معاكم الكلام القديم اللي كان قاله دونالد ترامب قبل كده عن هيبقى إيه موقفه من السعودية ومن دول الخليج واستعيد معاكم كمان أنه نفس المحللين قالوا أن هذه الزيارة وهذه القمة ربما كانت طوقاً للإنقاذ لدونالد ترامب من أهم أزمة سياسية عصفة بيعيشها الآن دونالد ترامب بيواجه انتقادات كثيرة ويواجه تحقيقات متعلقة بعلاقته مع روسيا وكمان بأنه حاول أن يمنع العدالة من التحقيق في هذه القضية وبالتالي مع كل الإتهامات اللي بتوجه لدونالد ترامب لكن الأنظار كلها بدأت تتاجئ لأنه طب ما راجل هو بيجيب فلوسه وهو ذهب إلى السعودية ودول الخليج وعقد صفقة هي الأولى من نوعها في التاريخ أعودوا كده حسبوا الربعمية وستين مليار دولار والمية وعشر مليار دولار اللي حتخذهم اللي حتخذهم الولايات المتحدة الأمريكية فوراً وإحنا قاعدين تعرفين عشان ناخد من صندوق النقد 13 مليار دولار يعني قاعدين نعمل إيه والثمن الكبير اللي حيدفعه كل مواطن مصري بسبب كروت صندوق النقد الدولي وشروطها المكحفة فهنا الراجل بتكلم عن أنه عقد صفقة هي الأولى من نوعها وهنا هيخلينا استعيد معاكم قبل ما نستعيد كلام دونالد ترامب قبل كده لكن ما فيش شك أن اللي يهمنا في هذه القضية الكلام اللي بيثار في بعض وسائل الأعلام الأمريكية أنه كمان دونالد ترامب بغض النظر عن الفلوس اللي جابها للولايات المتحدة الأمريكية من هذه الزيارة لكن هو كمان يوجه خطاباً للعالم الإسلامي على اعتبار أنه هذا العدد الكبير من الدول الإسلامية اللي حتشارك فيه هذه القمة فهو بيحقق أكثر من مكسب واحد جايب فلوس كتير قوي للولايات المتحدة الأمريكية اتنين بيقول لهم أهو أنا جماعة الدول الإسلامية لمواجهة إيران والنفوذ الإيراني في المنطقة وفي نفس الوقت أنا حسنت العلاقة مع الدول الإسلامية وإنتم اللي اتهمتوني بالعنصرية لكن سياستي جابت نتيجة أنه لا الدول الإسلامية غضبت ولا علاقتهم معنا توقفت ولكن المشكلة الأساسية المشكلة الأساسية في ده اللي بيهمنا احنا اللي هو ما يثار حول أنه ترامب عاوز تشكيل نيتو عربي زي حلف النيتو الغربي عايز يعمل نيتو عربي يعني حلف عسكري وأنه تشارك فيه أكثر من دولة إسلامية ومن بينها مصر ما اعتقدش أنه مصر التي حافظت على استقلال مواقفها وده ربما يعني عرضنا لبعض الأزمات وبعض المواقف هتدخل فيه أحلاف من هذا النوع يعني ما فيه الشك أنه إحنا كان عندنا موقف كمان صحيحنا جزء من التحالف العربي في اليمن ولكن كان عندنا موقف في حدود هذا التحالف وحدود الدورة الذي يمكن أن تشارك فيه مصر لكن هل يمكن بقى لمصر أنها تتورت عسكريا في إطار نيتو عربي يطرحه دونالد ترامب زي ما قالت بعض وسائل الأعلام الأمريكية لا أعتقد لأنه رئيس السيسي تحديدا يأخذ مواقف مستقلة تحفظ لمصر عدم الزج بها في أتون صراعات مختلفة وصدمات متعددة وهذا الموقف حتى بيعطي للدور المصري قوة بين كل الجبهات وكل الأطراب ده اللي يهمنا في هذه القضية واللي بيعنينا جدا أن بالتأكيد أن مصر لن تكون جزءا من تكتلات عسكرية يمكن أن تفقدنا استقلاليتنا ويمكن أن تكون جزءا من الاستخدام الدولي يعني تبقى عايزاها لولايات المتحدة الأمريكية كده بحجة مواجهة النفوذ الإيراني لكن هي كمان عايزاها لأهداف تانية ومن بينها الصفقة اللي عقدت اليوم وهي أكبر صفقة سلاح في التاريخ هكذا توصف إلى حد أن البعض تعامل معها لأنها طوء الإنقاذ لدونالد ترامب اللي بيواجه فضيحة شبيهة بفضيحة ووتر جيت التي أطاحت بالرئيس الأمريكي نيكسون على اعتبار أن الأمريكان الديموقراطيين تحديدا يعني يشنون عليه حملة شعواء وبيقولوا أن هذه الفضيحة يجب أن تطيح به هي فضيحة علاقته بروسيا وتقديمه معلومات سرية متعلقة بداعش هو بيقول أنها ليست سرية هي متاحة لكن في نفس الوقت هم بيقولوا طب لماذا أخفيتها عن حلفائك الآخرين يعني لماذا موسكو تحديدا هي التي تحصل على هذه المعلومات بالإضافة إلى القضية الأكبر كمان اللي بتطيموه بيها بأنه روسيا نفسها تدخلت في الانتخابات الأمريكية لصالح دونالد ترامب في ظل عصفة سياسية بتوجه حقق مكسابا كبيرا اليوم بالصفقة المادية الكبيرة تعالوا استعيد معاكم الكلام اللي كان قاله دونالد ترامب هو شايف هذه الدول إزاي ويبدو أنه هنا بيكتسب وقعية جديدة يعني بيقول إلا أنا بقوله بنفزه يعني يعني أنا قلت صور مع المكسيك وهو مصمم على بنائي غير من البعض قال له لا ستعجز عن ذلك وكمان كان في مجموعة من الموجات متعلقة بالمهاجرين صمم عليها واتخذ خطوات صحيح القضاء نقضها بعد ذلك ولكن هو مصمم على هذه السياسات هو شايف أنه دول الخليج عنده هي خزينة أموال أنا حنحمي بس بفلوس وهذا الكلام قاله دونالد ترامب نسمعه الأول في الجزء المتعلق عن السعودية تحديدا حيبقى شايف التعامل مع السعودية إزاي مستقبلا دونالد ترامب وهو مرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية سأذهب إلى دول الخليج والتي لا تقوم بالكثير صدقوني دول الخليج لا تملك أي شيء لكنها تملك الأموال سأجعلها تدفع لدينا دين عام يقدر بـ 19 تريليون ولن ندفع هذه الأموال ولا تنسوا دول الخليج بدوننا غير موجودة نحن ندافع عن اليابان ألمانيا كوريا الجنوبية المملكة العربية السعودية وهي لا تدفع لنا ما يجب أن تدفعها على رغم أننا نحميها ونقدم ثروة هائلة في خدمتها ونحن نفقد كل شيء قلت أنا أنه من المحتمل أنه إن لم يدفعوا مستحقاتهم فلا يجب لنا أن نواصل ما نقوم به لا يمكن لنا أن نواصلوا حماية اليابان وهم يرسلون لنا سيارات وندفعها وندفع ثمنها بقيمة هائلة لدينا عشرين تريليون دولار من الديون يجب أن يساعدون ده الكلام اللي بتكلم فيه دونالد ترامب عن الخليج هو حاطط في ذهنه أنه الخليج دجاجة طبيط ذهبا وأنه حياخد جزء من هذا الزهب وهذه الأموال على اعتبار أنه نحن بنحميهم يعني وده الجزء الثاني أيضا في كلامه اللي هو حققه بأكبر صفقة سلاح عقدت هكذا وصفها المحللون في التاريخ حتى الآن 110 مليار دولار ستأخذهم الولايات المتحدة الأمريكية فورا في إطار صفقة بـ 460 مليار دولار المملكة السعودية إنني مغرم بها وأهلها وشعبها يحبونني كثيرا وهم لطيفون جدا معي إنهم لا يملكون شيئا البتة إلا المال فقط ولا شيء آخر أنا غيور غيور جدا فهذا غير عادل لأشرح لكم موقفي فإنهم يملكون مليارات الدولارات التي يكسبونها يوميا انتظروا لنكن وقيين قليلا لنقل أنهم يكسبون نصف مليار دولار يوميا ولكننا نحن من نحميهم نحن نحافظ على عرشهم ونحفظ أمنهم مقابل لا شيء ده يعني زي ما قلت لكم أهم ما يعنينا في هذه القضية واحد في قمة إسلامية أمريكية غدا يشبهها البعض بأنها أهم من الخطاب الوهمي الذي ألقاه أوباما من قبل في جامعة القاهرة مخاطبا للعالم الإسلامي ثم اتضح أن أوباما يوهمنا بوعود لم ينفذها الولايات المتحدة هي الولايات المتحدة غدا دونالد ترامب أكثر وضوحا يعني بيعبر عن الشيطان الأمريكي بوضوح شديد يعني لا يخفي ذلك وعن المصادح الأمريكية ولا يخفي ذلك حاول أوباما في جامعة القاهرة أن يبدو كملاك يعني جاء ليقدم أو يفتح صفحة جديدة مع العالم الإسلامي لكن اتضح أن هي نفس الأنياب الأمريكية ترامب غدا هيبقى فيه اجتماع مع عدد كبير من الدول الإسلامية وهيبقى فيه لقاء بقى خاص بالعلاقات الفنائية مع الرئيس السيسي وده اللقاء حيكون فيه غاية الأهمية وبعضها حيتجه إلى إسرائيل وبعدها للفاتيكان أهم قضية تعنينا أنه الكلام عن حلف عسكري أو نيتو إسلامي تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أن مصر يمكن أن تدخل في تحالفات من هذا النوع من خلال متابعتنا وفهمنا لطريقة الرئيس السيسي في الحفاظ على استقلالية القرار المصري والوطني الدخول في أحلاف عسكرية تحاول أن تصنعها دول أجنبية كبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أن مصر يمكن أن تدخل في حلف من هذا النوع